امتحانات التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية للسنة السلسة ابتدائي امتحانات الثلاثة الثلاثة نبدأ بالامتحان اللولاني مع الكل الامتحانات مع الاسلح بي عنا السند الأول في الامتحان التاريخ بمناسبة عيد الاستخلال تبع برنامجا وثائقيا يعرف بمرحلة أهمة من تاريخ تونس فانبهرت بمشارة النضال الوطني للبليد تونسي ذات استعمار الفرنسي أربطوا كل شخصية بما يناشبها لحبيب بورقيبة من أبرز مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد وفرحة حشيد هو مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل وتاهرة بن عمار هو المهمة بتاعه شعمل توقيع اتفاقية استقلال داخلي بي سند الثاني شهدت تونس يومي 8.9 أبريل سند 1938 وثمانية وثلاثون أحداثاً دامية أدت إلى العديد من النتائج ضع العلامة قطع مقطوعة أمام الإجابة الصائبة من نتائج أحداثاً 8.9 أبريل موافقة السلطات الفرنسية على إجبارية التعليمة لكل التونسيين اعتقال قادة الحركة الوطنية ونفسهم هذه نحط عليها علامة ونحط علامة زادة على سقوط العديد منها الجرحة والشهداء به وراتبوا الأحداث التالية من 1 إلى 6 بشأن نقرأ هم لكم مراتبين الحدث الأول اغتيال لهذه الشاكر بعد استقلال داخلي بعد استقلال التام بعد تحرير المرأة بعد جلاء العسكري وآخر حاجة جلاء زراعي به جزء ثاني في امتحان التاريخ أنا أذكر الحدث أو تاريخ وقوعي في الخانة المناسبة الحدث حصول تونس على الاستقلال التام سنة 1956 في 20 مارس به صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 وإعلان النظام الجمهوري في 25 جوليا سبعة 1957 أصلح الخطأ في الفيديو التالية وعيد كتابتها تم قبول جماعة العمل التونسي في اللجنة التنفيذية في مؤتمر ليلة القدر مؤتمر نهج من عرش مكتوبة نهج جلوة الجبل به المهم أنتم قررين وتعرفوا الإجابة به تأسس الحزب الحرد السوري الجديد في مؤتمر نهج أي نهج الجبل قصر أهلال القوة الوطنية ورفعت مطلب الاستقلال الأتام في مؤتمر قصر أهلال هذه متمر ليلة القدر به حر الفقرة حول الإجراءات التي اتخذتها تونس لبناء الدولة واستكمال السيادة بعد الحصول على الاستقلال التام ألغط تونس الحكومة التونسية نظام الملكي وأعلنت عن نظام الجمهوري في 25 جوليا 57 ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ثم تولت ازدار دستور للبلاد وقامت ببناء الدولة الوطنية والاستكمال سيادتها قامت بإجلاء آخر جندي فرنسي في 15 أكتوبر 1963 واسترجعت الأراضي الزراعية من فرنسيين ومنحتها إلى التونسيين في 12 ماي 1964 فيما يسمى بجلاء الزراعي كمانا طبع الامتحان امتاع التاريخ طبع نمشي ولد لامتحان امتاع التربية المدنية بعد أن كان رئاسيا تحول النظام الحكم في تونس إلى نظام برلماني يكون من السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية وهي أعلى هرم في السلطة متكونة من حلقتين هما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولكل منهما مهمه وصلاحياته يكتب نعم أو لا أمام كل إفادة رئيس الجمهورية يمثل الدولة التونسية نعم يترأس مجلس نواب الشعب لا يسر على احترام الدستور نعم يقبل ممثل الدولة الأجنبية نعم أربط مهام رئيس الجمهورية زمن الحرب وزمن السلم إصدار الأوامر للقوات المسلحة بكل أصنافها أذي زمن الحرب السهر على حراس المجال البري وجوي والبحري أذي زمن السلم إعلان التجنيد وتعبئة في صفوف الجيش أذي زمن الحرب العفو على المساجين أذي زمن السلم با تمارين الثالث اكتب الإفادات داخل الجدول باش نقرأ هم لكم ديريكت محتوتين هما في الجدول مهام رئيس الجمهورية دق معها ديتا الدولية الإشراف على مرسم الاحتفال بالأعياد الوطنية الإذن بنشر القوانين المخطومة في الرئيس الرسمي مهام رئيس الحكومة إعداد برنامج عمل للوزارة ورئيس مجلس الوزارة وتكوين حكومة من وزارة وكتاب دولة بأربعة أكمل الفراغات بأحدى العبارات التالية مجلس النواب الشعب رئيس الحكومة مجلس الوزارة يتولى رئيس الحكومة إحداث أو تعديل أو حذف إحدى الوزارة أو كتابة الدولة بمساعدة من؟ بمساعدة مجلس الوزارة يرضى رئيس الحكومة برنامج عمل حكمته على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل ثيقته يعفى رئيس الجمهورية من وظائف متعلقة بأمن الدولة بعد تشاور مع رئيس الحكومة خمسة أصلح الأخطاء الواردة في الإفادات التالية من سلاحية رئيس الحكومة حل مجلس النواب من سلاحية رئيس الجمهورية حل مجلس النواب يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للحكومة يرشح الحزب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الشخصية لرئاسة دولة لكن صلحات واللي يرشح حزب الفائزة في الانتخابات البرلمانية شخصية لرئيس الحكومة ست قرر رئيس الحكومة إقالة وزير الخارجية من حكمته هل توافقه الرأي على الإجابتك؟ لا أوافقه الرأي لأن رئيس الحكومة يمكنه إقالة كل الوزراء وكتاب الدولة باستثناء وزير الخارجية ووزير الدفاع بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ننتقل طول الامتحان إمتاع الجغرافيا زارة أحمد موقعنا على شبكة الانترنت بحثنا عن معلوماته حول المجال السياعي والسياحي وأهم المبادلات التجارية بالبلاد التونسية أربط بين المادة المنجمية أو الطاقية وموقعها الفصفات جهة قفصة النفط والغاز الطبيعي جهة البرمة المولادات الكهربائية نربطها بسفاقس وردس والمونستير أشهر الإفادة الخاطئة يتركز النشاط السناعي بالمناطق الساحلية تتميز الصناعات التونسية بالتنوع تعرف منطقة تونس الكبرى بصناعات النسيجة نشطبه على آخر جملة بعنا السؤال الثالثة وصنفه المناطق السياحية التالية داخل الجدول توزر وقيروين عين درهم قسرين نابل دوس بعناهم اللي فيهم السياحة الأثرية قيروين والقسرين واللي فيهم السياحة الصحراوية توزر ودوس واللي فيهم السياحة الاستشفائية الجبالية عين درهم يشهدوا قطاع الصناعات التقليدية بالبلد التونسية تطور ملحوظاً أذكر ثلاثة عوام تفسر ذلك العامل الأول نوض أدولة بهذا القطاع ارتفاع قيمة الاستثمار العامل الثاني انتعاش السياحة العامل الثالثة بالأشياء الداخلية والتصدير به عنا خمسة الترتيب امتاحم من واحد حتى للستة